طيب في حدا نكاتب لي كومنت إذا بتعملنا أكلي بعشر تلاف ليرا لبناني راح نوستق للأربعين ألف مشترك أنا راح عاملكون أكلي بأربع تلاف ليرا لبناني بطريقة كتير سهلة وفيكن تعملوها بكل بات هلأ أول شي بروح باخد حبة بطاطا واحدة شتريتها طلعت حق أربع تلاف ليرا وهلأ عم غسلها بالمي كتير ومن يحفيكم لأنتو كمان متغسلوها بس أنا بحب غسلها بتعرفوا يعني الدنيا كورونا وقالله يحميكم ويحمينا جميعا إن شاء الله يا رب من كل مرض هلأ من بعد ما أشرت البطاطا بلع عندي على هيدا الشكل وبالأشارة نفس اللي أشرت فيها حبة البطاطا باخدها هيك يعني من فوق لتحت تطلع معي الحبة مرسومة رسم عرفتوا كيف يعني شوفوا كيف تطلع معي الحبة صدقوني هيدا الطريقة هتستغنوا من عند أي شيبس من برا يعني هتصيروا تعملوها بالبات لأنه هيدا الطريقة بتظل صحية أكتر من برا فهلأ بيطلعوا معي الحبات على هيدا الشكل شوفوا هالمنظر شو حلو حتى لايكوا الكمية ما عملتها كلها الحبة طلعت عندي زاد عندي شوية يعني فقلت بعملهم بلال يعني شفت الكمية كتير كبيرة عملتلي كتير يعني كمية كبيرة فأجلت شوية مننا لبلال وهلأ عمزيد عليهم هون المي الباردي طبعا ضروري نزيدهم نغمرهم كلها يطلعهم بالمي الباردي وطبعا بيرجع عنا الخل الأبيض بنضيف عليهم فنجان كبير خل أبيض وطبعا عندنا تلج أنا حطيت لهم كباية تلج إذا أنتم فيكن تحطو لهم كباية أو كبايتان تلج يفضل يعني كلما كترتوا تلج كلما كانوا أحسن ويعني بيعطوكم الأرمش المزبوطة وهلأ طبعا هضيف عليهم الرشة الملح ضروري تحطو ملح عليهم وتخلوهم طبعا لحتى تحصلوا على طعمي ولا أشهة من هيك وهلأ يعني من بعد ما حطينا الميات طبعا من الرشة الزريعة طبعا ديني شوب لحتى يضعونا ما منكب الميات كمان وهما شي هلأ مندور هالغاز هون ومن هلأ في عنكم هيدا الزيت تابع البطاطا يعني ما فيه دائعة تحطو زيت جديد أنا بستعمل زيت البطاطا اللي بيعاملوا بقى البطاطا المئليز ليت فيه الشيبس يعني أنا هلأ وبدأ سقط فيهم يعني هكي حبتان حبتان على الماشي لحتى ما يتخبصوا معي وورجع بقلكم هون فيه شغلة كتير مهمة انكم ما تكثروا الكمية بقلب الزيت لحتى ما يتخبصوا معكم ويطلعوا كل حبة واختاء مثل ما بيقولوا تمام وبس يصير عندي على هيدا اللون خلاص بشيلون دي غرين لحتى ما يغمقوا معكم أكتر من هيك وتقولوا لي احترقوا ما بعرف شو فلازم يتحصلوا على هيدا اللون وهون عندي البهارات أنا عندي البابريكا وعندي هون بهار الجبن يحرش عليهم وبيطلع طعمتهم عن جد ولا أطيب من هيك بتمنى انكم تعملوا لايك لهيدا الفيديو وتعملوا ليشير لحتى غيركم يستفيدوا وما تنسوا توسطوني لارعين الف مشترك اذا عبيتوا الفيديو كمان عملوا مشاركة ولايكات كتير وعطوني رأيكم تحت تحت بالتعليقات وشو بتحبوا اعملكم أكلات جديدة خبروني وسحتانو هنا اشتركوا في القناة